تيجي الاول قبل ما نخش على كأس العالم نروح نبص بصة كده على ايه ختام الدولة الإنجليزية ما قبل كأس العالم ما هابي هيوحشنا في صحيحة الدولة الإنجليزية بحسب حاجة كأس العالم يعني مش هنتحرم قوي من الكرة الحلوة يعني محتوى شغل دولة الإنجليزية أرسنر كل شوية يقول انا هو انا موجود انا مش هعمل على الشجرة انا جامد انا كل شوية الناس تسأل تقولك أرسنر لما هيلاعب مش عارف مين هيخسر او هيتعادل لما نشوف الاول اختبار دا هيعدي منه ازاي ارسنر ماشي زي الساروخ في كأة في فريمير ليج وعمل اداء رائع جدا والنهاردة بيفرق خمس نقط عن منشستر سيتي الرهيب جدا مظبوطة كريم يستحق النهاردة أرسنر بكل الايدامي ايه هارد وورك بيزوف يعني العمل الشاق حتى لو انت ما عندكش افضل منظومة وافضل قيمة انا فتكري اسبوع الفات كنت معاك انا وحد من زميلنا الشطار يعني وكان بيقول انه يتوقع انه ممكن البرامير ليجي روح لسيتي عشان القايمة القوية جدا واللعيبة نهاردة ارتيتة بيضرب بعرض الحقيقة الكلام دا بيقول لك انا هحاول اعمل بكلام المحللين في الدنيا بالزبط انه انه قصة مش امكانيات انه انا احاول في المطرات الكبيرة زي ما انت قلت كريم اعمل اكبر انتهاية ممكنة انه مباراة الصدارة وكسب المباراة وسيتي كان كسبانة شلسي وحاس انه هيتصدر وارسنل هيقام ارسنل كسب النهاردة منشستر سيتي بيخسر وارسنل بتصدر فرق خمس نقاط يستحق ارتتة انه يتصدر بالفرق دا كريم قبل في اخر مباراة قبل يعني كاس العالم قبل اعادة مادة لانه نفسيا كان مهم جدا ان ارسنل يحصل دا ايا كان رد فعل سيتي بعد الرجوع من كاس العالم اعتقد ارسنل بيأكد انه النهاردة بيعلن نفسه بطل الشتاء على الهل يمكن ان كان دايما بتبقى في 12 لكن عشان كاس العالم ما خلاصين بدري فالحقيقة بستحق دا منظومة ممتازة دفاعيا خط وسط الهجوم نهاردة وديجارد بيجيب الهدف السادس من وسط الملعب تأكيد على انه اللاعب الشمولي وتنويع اللاعب وقوة وسط الملعب واستخدام وديجارد كصانع اللاعب الرئيسي في منظومة وديجارد اللاعب تناظرك في ارسنل الموسم دا عشان فيه 2-3 رعيبة كده عاجبيني قوي قول اللي انت عاجبينك الاول انا عاجبني صليبة في الدفاع عاجبني مارتينيلي جدا وعاجبني اودجارد جدا وعاجبني تشاكا جدا جيسوس رغم انه ما بيسجلش كتير بس عامل اداء راعي جدا في المنظومة الهجومية ليه ارسنل فيه اكتر من الساكة طبعا موهبة مش طبيعية فالفرقة حلوة انا قلتك انت هتلعيب الفطارية اقولك كتير اللي انت قلتهم دول اه مصوت انت قلتهم لانه جزء منهم كبير اوي بيؤكد انه ده تأثير ارتيتا نفسه الفن لما بعد صليبة يروح يستوي في دوري فرنسي ورجع لي من مارسيليا هزل يرجع قائد في السن الصغير ده خلي بقى لك جابريال كان بيانتقد كتير من جمهير اصنل الكريم لكن لما يبقى عندك سنتر باك تقيل بيفوق اللي جنبه النهاردة السنائية بقى فيه منظومة دفعية صليبة بيلعب بالعيب عائل جدا وصلد جدا جنبه جابريال عمله منظومة ممتازة شفنا حتى الماتش اللي فات قبل وولفز الكرة اللي تلعبت قطع صليبة وحطها جابريال فيه تفاهم في كل شيء ساكا تقدر تتكلم على ساكا قبل ارتيتا وبعد ارتيتا اللعب الشاب اللي لسه ما نضاكش النهاردة واحد من ركائز منتخب انجلترا اللي داخل كاس العالم تشاكا اللي كان نزعت منه شرط القيادة وكان فيه خلاف حاد مع جمهير ارسنل مع واحد من افضل لعيب الوسط في العالم النهاردة بالزبط في السيزون ده فنهاردة ده تأثير او لمسة الفنية اللي اضافت لكل لاعب ارتيتا للعيبة ارسنل